على الجميع أن يتعلموا الإسعافات الأولية هذا ما نخاف منه جميعاً ليس فقط أن نستلقي هناك بل أيضاً أن نكون أول من يصل إلى مكان يوجد فيه شخص في حالة سيئة إذا اخترت أن تتدخل في مثل هذه الحالة فأنت تنتمي للأغلبية كما تبين دراسة حديثة للصديب الأحمر فاقد الوعي لكنه يتنفس يبدو فاقد الحياة لكنه ربما يتنفس جزئياً بشر شاحبة وباردة أو تجد شخصاً يتكلم بصعوبة أو يوجد ميل في وجهه أو لديه نزيف حاد حيث يخرج الدم مثلاً بشكل متقطع ماذا يفعل المرء؟ في الحقيقة غالبيتنا يعرفون ماذا يجب فعله لكن فقط أربعة من عشر سيتصرفون دون تردد التقينا بسيدة كان رد فعلها آنياً حين وجدت رجولاً في الشارع فهل تمكنت من إنقاذه؟ ترى شخصاً يقع وسط الشارع ماذا تفعل؟ قبل سنتين كانت آنيا سيفردسون في طريقها للتدريب حين رأت رجولاً مسنم مستلقياً وسط الطريق كان مستلقياً في الوسط هنا تقريباً ثم ساعدناه للصعود على الرصيف بحيث لا تصمه السيارات تمكنت من تقديم الإصعافات الأولية علمت أن الأمر خطير فركضت لإحضار جهاز الصدمة الكهربائية للقلب من مركز التدريب القريب بعد وقت ليس بطويل بعد أن توقف قلب الرجل عن الخفقان حين توقف القلب عرفت ما علي فعله بينما هي تجري الصدمة الكهربائية بالجهاز جاء آخرون وقاموا بالإنعاش القلبي الرئوي كان آخر ما رأته من الرجل عندما كان يبتعد في سيارة الإصعاف ثم صارى قلبه ينبض من جديد هذه صور من حملة الإصعافات الأولية الجديدة للصليب الأحمر تحتوي هذه على رسالة بسيطة ستعرف ما عليك عمله حين يحتاجك الآخرون وسوف تجرؤ على تقديم المساعدة يخاف الكثيرون من أن يرتكبوا خطأ ما لكن أكبر خطأ هو أن لا تفعل شيئا لكن الأرقام التي حصل عليها الصليب الأحمر تبين أن الكثيرين ينأون بأنفسهم عن تقديم الإصعافات الأولية رسالة واضحة مهمة عليك دائما أن تبادر في محاولة إنقاذ حياة يمكنك أيضا أخذ المبادرة لتعلم الإصعافات الأولية لأن هذا يمنحك أمانا وثقة أكبر في أخذ زمام المبادرة الرجل الذي ساهمت أنيا سيفرتسون في مساعدته هذه المرة نجا والآن سوف يلتقيان للمرة الأولى لا يمكنني رد ما أدين لك بما فعلته تلك المرة أعتقد أن الفضل في أنني أقف هنا الآن يعودوا لكي هذه الأمور تحدث فعلت فقط ما علي فعله لقد كنت محظوظا لقد كنت أعاده 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 أعادة شكرا